الأخبار أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة المريدية تي في مقر حزب ترقيا نحييكم ونقدم لكم النصرة الإخبارية المفصلة بالعربية وإليكم فيما يلي أهم عنوين النصرة الاحتفال الكبير لمناسبة الذكرى المئوية لولادة الشيخ عبدالأحد بكي الخليفة الثالث للشيخ أحمد الخديم رضي الله عنهما اختتمت أنشطته خلال هذا الأسبوع الأزمة الراهنة في جامعة الشيخ أنتجوب دكار ما زالت متواصلة ولا يمكن للتاريخ أن ينسى وفاة الطالب بشير في نتيجة الأحداث المؤسفة انتشار فيروس مرض إبولاء الخطير ألزم البلاد وحملها على ضرورة إغلاق حدودها مع كناكري الاستعدادات الأولية في السنغال قبل وصول موعد الأداء لفريضة الحج في مكة المكرمة هذا بالإضافة إلى الأخبار الدولية ووقفة تأمل رفقة الأخ شرين باكي جوب خضر كل ما لدينا من أنباء سنوا فيكم بتفاصيلها بعد الفاصل أهلا بكم في جلسة متميزة بحضور شخصيات كريمة دينية وتقليدية وقدت الحفلة الرسمية في ختام فعاليات المناسبة للذكرى المئوية لولادة الشيق عبد الأحد مكي الخليفة الثالث للشيق أحمد الخديم رضي الله عنهما تلك الجلسة التي أخذت زخرفها وزينت بحضور أصحاب السمو والسعادة ومن بينهم ممثلون من قبل الحكومة السنغالية وعلى رأسهم وزير التجارة علي ينصار محمد لو في اليوم الأربعاء الماضي الموافق 23 من شهر الشوال قيمت حفلة رسمية في مسكن شرين عبد الأحد مكي لذكرى المئوية لولادة هذه الشخصية الممتادة وقد تميزت هذه الحفلة بحضور شخصيات بارزة من الضعماء الدينيين وسياسيين ولقد افتتحت هذه الحفلة بكلمات أصدرها شرين شيخ بشير مكي من شرين عبد القادر مكي الناتق الرسمي باسم الطريقة المريدية ثم بعد ذلك تناول الكلمة شرين عبد الفتاح مكي مبينا موقف المجاهد الأكبر على نشر تعاليم الشيخ رضي الله عنه وكما لا يخفى على أي أحد أنه ضحى نفسه على حفظ حرمات هذه المدينة والجدير بالذكر أن الرئيس السنغالي السيد مكي سل أرسل وفدا بقيادة وزير التجارة علي صار وقد طلب الوزير الدعاء من الخليفة إلى كافة أبناء البلاد وخاصة فيما يتعلق بشأن مرد إبولا وأخيرا أختمت هذه الجلسة بكلمة ناطق باسم شرين سيد مكي من شرين عبد الأحد مكي عبد الأحد جغتي مستحسنا قيام الحكومة من خلال إنجاز ما وعدته وكما شجع الناس بأن يتقيدوا على تعالم الشيخ الخديم رضي الله عنه وخاصة أبناء الطريقة المريدية وكان الشيخ عبد الأحد مكي نجما بارزا في خدمة الإسلام والمريدية بإنجازات كبيرة سجلها التاريخ في صفحاته ولد الشيخ عبد الأحد مكي الخليفة الثالث للشيخ الخديم رضي الله عنه في مدينة جربل في جو وبيئة مسحون بالعلم والأدب حيث كان والده الكريم تحت الإقامة الجبري في ذلك المكان الشيخ عبد الأحد هو الملقب بالبناء لما أنجزته من المشارع والإنجازات العملاقة الفخمة فهو الذي سييد مكتبة الشيخ الخديم الصغيرة بالكتب القيمة من فنون العلم والتراس المريدي وكذلك كافح جميع الفواحش والمنكرات في مدينة جتوب المحروسة وتهرها من كل ما يعكر صفحها وبذل مجهودات جبارة لزيادة المياه والكهرباء وكما قام بتشييد دار الشيخ الخديم لاستقبال الرؤساء والديافة وأنثأ مغفر الضرك في المدينة لتأمين الأهر وجدد صوخ عكاث وكما كان من مسروعاته أيضا بناء جامعة إسلامية ومن أبرس صفاته واخلائه الصامية الإرادة الصادقة التي كان يترجمها ويجسلها في أقواله وأفعاله وكان متوادعا حيث يؤثر الجلوس على التراب في المناسبات الاجتماعية وكما كان ممن يسار إليهم بالبنان في مساندة المعوسين والفقراء والمختاجين مساندة تفوق الوصف وكان يربته مع الأسر الدينية في السنغال علاقات وطيدة وبجانب ذلك كان خطيبا ناجحا الذي يؤثر خطبته في قلوب المستمعين خاطبة مصداقا لقول ساعر كدنا نظنك إذا وقفت مخاطبا لولا الحقيدة قد بعست رسولا وبالإدافة إلى ذلك أسس عدة قرآن للتربية والعمل والتعليم فجزاه الله عن الإسلام وعن المريدية خيرا وما زالت المسامع والعقول متعلقة بالأزمة الراهنة في جامعة الشيخ أنتجوب دكار بين الطلبة الجامعيين والهيئة المعنية بهم في الحكومة السنغالية وكانت المشكلة تكمن في الإصلاحات الجامعية التي أرادت الهيئة فرضها عليهم عن طريق الإجبار مام شيخ فال مع تفاقم الأزمات في جامعة الشيخ أنتجوب التي أدت إلى مقتل أحد الطلاب عقد الوهدة النقابة المعلمين الديمقراطية في السنغال مؤتمرا صحافيا للإدلاء بدلوها في إيجاد هلول للأزمة نحن في 20 أغسطس وكان عاديا أن نكون في الإجازة الصيفية لكن الجامعة لا أحدا يمكن أن يصف الأوضاع الصعبة التي تعيشها من تأخر تسليم منه وتواجد الشرطة في الحرم الجامعي وهذا أمر يجب إيجاد حل نهائي له في سبيل الحماية والتواجد حذر من ستسلل لفيروس مرضي إبولا من على البلدان التي أصبح الضهايا كالليبريا والسيراليون والمصدر الأول غينيا أغلقت البلاد حدودها مع كوناكري تحفظا وخوفا من وصول الخطر إليها محمد جايد في يوم الخميس الماضي 21 أغسطس قررت الدولة السنغالية إغلاق حدودها البرية والبحرية والجوية مع جمهورية جينيا كوناكري نظرا للتطور الصريع الذي عرفه تفشي مرض الحما النزفية إبولا الذي يشكل مشكلة صحية ذات أهمية عالمية وأشارت وزارة الداخلية والأمن العام أن هذا القرار سيتم تنفيذه على كل من جينيا والليبريا وسيراليون كما أشارت إلى وجوب السلطات الإدارية وقوة الدفاع والأمن ضمان التنفيذ لهذا الإجراء وقال الوزير أنه مع ذلك لا تزال السنغال متضامنة مع الدول المتضررة التي اندلعت فيها الوباء القرار الذي حظي بالترحيب واسع من المنظمات غير الحكومية للتنمية المتكاملة بالسنغال والمجتمع السنغالي بأجمعه وبالتذكير فإن السنغال قد أغلقت مسبقا حدودها البرية مع جينيا من 30 مارس إلى 6 مايو وأعاد فتحها بسبب التطور الإيجابي لهذه الوباء وها تغلغها مرة أخرى ومنذ زهور الوباء فإنه وجد 1350 قتيلا على الأقل بينهم 570 في ليبرية و396 في جينيا و374 في سيراليون وفقا لأحدث تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية قامت الهيئة المأنية برعاية الحج في السنغال باستعدادات أولية قبل وصول المويد تلك التي تتمثل في إجراء تلقيحات وقائية للحجاج ويجدر الإشارة إلى أن مملكة العربية السعودية سمحت للبلاد بعشرة آلاف وخمسمائة حج هذا العام شرين باكي جوب خضر يستعد المسلمون موسم الحج الركن الخامس للإسلام في ستة بقاع العالم لأسي ما في بلدنا سنغال فإن اللجنة المكلفة بسؤون الحجاج في السنغال برئاسة الهاج أمد تيجانجا أخصت تستعد الحج وتقوم بتوفير المستظمات منذ اليوم الأول من يوليو الفائد بالتعاون مع الحلفاء لتيسير أمور الحج كما عقدت جلسة رسمية في السنة المنسرمة في سساس أما في هذه السنة فإن كل الملفات المتعلقة بالاستعدادات كجواس الصفر والفحص التبدي ووجرات الطائرة وحساب البنك يمكن حصولها في ساحة متاري ليوب والسدار سنغال لقد أدلاء الهاج بمبرنجا نائب اللجنة بكلماته مبينا سبب اختيار ذلك المكان والاستعدادات لموسم الحج قائلا ننظم استعدادات الحج في هذا المكان إن شاء الله لأن الحجاج ينتلقون من متاري ليوب والسدار سنغال تزهيلا لأمورهم منذ اليوم الأول من سهر يوليو نحن في المكان فالعمل يسير على أحسن ما يرام فالأتباء ووزير الخارجية والونوك الإسلامية يقومون بخدمات جليلة اليوم السام والعسرين هو آخر الموعد للحجاج على أن يكمل سائر الاستعدادات ولكن التأخرات حتى تسرب في الحجاج أحيانا وإذا ترأى في العمل بعض الحالات نزيد الميقات فإن اللجنة المكلفة بسؤون الحجاج تبقت ما وحدته للحجاج فستنتلق تسعة طائرات من السنغال إلى مكة المكرمة وتجدر الإشارة إلى أن أول طائرة تنتلق من السنغال في اليوم الثامن عصر من شهر شبتمبر إن شاء الله لحظات الأخبار الدولية من العاصمة القطرية وبعد اجتماعه مع الأمير القطري تمم آثاني توجه الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة لبهث سبول التوصل لاستيناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ووقف غير محددة المدة لإدلاق النار مع نسيره المصري عبد الفتح السيسي وفي مهتمر صحفي مع وسير القارجية المصري أكد معمور عباس بأن المبادرة المصرية هي الوحيدة في الميدان وذلك في الوقت الذي يعتزم فيه كل من باريس واللندن وبيرلين على إرسال آليات مراقبة إلى غزة وتحس الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على وقف إلاق النار وتوصل إلى هدنة دائمة وفي هذه الأصنات تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أبرز غيادية حركة هماس وكثير من المدنيين فيما تواصل سوارق الحركة سقوطها على المدن الإسرائيلية مما أدى إلى مقتل تفل إسرائيلي جنوب البلاد ليكون رابع مدني إسرائيلي تقتل في هذه العملية وفي ردود الفعل للحركة بعد مقتل هياديها الثلاثة ترضي محمد ثمانية عصر سخصا بتهمة التواطؤ مع الاستخبارات الإسرائيلية وفي الأزمة الأوكرانية تحول ساحنات من المساعدات الروسية أدراجها إلى روسيا ذلك بعد دخول ساحنات من هذه المساعدات إلى الأراضي الأوكرانية وتوسيع همولاتها في مدينة لوغانس من دون موافقة الحكومة الأوكرانية بما أدى إلى تعبير عدد من العواصم الأوروبية عن ردبهم من الاستفزازات الروسية إلى أن موسكو تؤكد بأن أعمالها في أوكرانيا تسير بمشاركة من سليب الأحمر الدولي وميدانيا يواصل الجيس الأوكراني حملتها العسكرية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا والذين تمكنوا من إسقاط المسيد من تائرات حرب أوكرانية وفي هذه الأسناء تهلق موسكو المطاعم الأمريكية المتواجدة في روسيا ردا على الانقوبات الغربية ضدها وبالتذكير فإن الأصمة الأوكرانية أدت لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا الاقتصاد الألماني إلى التراجع ل0.2% وذلك رغم تمسك بيرلين بأن اقتصادها سترتفع إلى 1.8% نهاية العام الجاري وفي تطورات الأزمة العراقية تتصدر حادثة مسجد الديالة الصحافة العراقية وذلك بعد قيام مسلحين بالهجوم على المسجد مما أدى إلى مجزرة صنيعة حسب بعض الصحف الدولية وفي مؤتمر صحفي قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجابوري أن هؤلاء المسلحين مدعومون من قوات الأمن والسرطة العراقية مؤكدا على تسكيل لنة للبحث في الهالثة وفي المؤتمر نفسه أكد الجابوري على ضرورة تسكيل حكومة جديدة وفي هذه الأسناء تتواصل عملية النسوه المسيحيين واليسيديين هربا من همجية تنسيم الدولة الإسلامية كما يصفها البعض وتمثل فرنسا الوجهة الأولى لهؤلاء المسيحيين أهيس استقبلت باريس أربعمائة شخص من المسيحيين فيما توجه اليسيديين إلى تركيا وقد أعلنت واسنطن بأنها ستواصل قصفها على مواقع طابها لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد قيام داعس على زفح صحفي الأمريكي جيمس فولي وفيما يتعلق من الجانب السوري يفصل التنظيم للمرة الثالثة على التوالي في عملياتها للاستيلاء على متار الطبقة من القوات العسكرية السورية إلى أن البنتاجون قد أكدت بأن واسنطن ستتضحل فيها لتعرض مسالهها من يد التنسيم الدولة الإسلامية وإلى اليمن ومع استمرار الخلافات بين الهكومة اليمنية والمتمردين الهوثيين مما أدى إلى خروج الآلاف من المتظاهرين الهوثيين إلى الصواري متوجهين إلى العاصمة اليمنية صنع للمطالبة باستقالة الهكومة معتبرين على أن الأخيرة فصلت في أداء مهمتها وفي ردود الفعل من الهكومة اليمنية أرسلت صنع وفدا إلى زهيم المتمردين لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق إلى أن الهوثيين ماسالوا متمسكين بمطالبهم والتي تهدف إلى استقالة الهكومة سيداتي سالاتي وإليكم الآن وقفة تأمل رفقة الأخ سيرين باكي جوب خضر إن الوسائل الإعلامية ازدهرت ازدهارا فائقا في الوقت الرهن في بلدنا السنغال بشتى أسكالها المسموعات والمقروأة والمكتوبة والمرئية واحتلت مكانة شامية لما لا وهي التي تعتبر السلطة الرابعة ولكن تساءل لما أقبلت الناس إليها من كل حد وصوب وهل الصحافة مهنة تدرس أم مهارة تكتسب للإجابة عن هذه التساؤلات يمكن القول بأن الناس أقبلوا إلى الوسائل الإعلامية لكسب المعلومات والأخبار وبجانب هذا فإن الصحافة علم يدرس في الجامعات والدورات التكوينية رغم ذلك نرى بعد الصحفيين العملاقين الممتازين في تلك المهنة ولهم مهارات وكفاءات علمية يندهس المجتمع خلال تقريراتهم لجودة تنسيقهم وفصاحتهم وتجدر الإشارة إلى أن دراستها تجعل الصحفي ذا منذلة سامية في السعيد الإعلامي إن للصحافة آدابا وخواعد عامة ينبغي على الصحفي أن يراعيها ويحافظ عليها منها أن يتحرى الصدق والحق عند نقل الأخبار وذلك بأن يتصبت لأن الجمهور يتابعونه ويتلقون منه تلك الأخبار ومع الأسف الصديد إن أغلبهم لا يتصبتون وذلك أدى إلى انحرافات في ميدان الصحافة ومنها أن لا يقبل الصحفي أي سكل من أسكال الرسوة المفسية في أوساتهم وكذلك أن لا يحسي حيوب الآخرين اتكالا على حرية التعبير عن رأيه كما نساعده في الواقع المعاش في بعد الأحيان فكم من حكومات ووذراء وسخصيات باردين في المجتمع أسقطتهم السقفيون في هاوية الإنحطاب وعلى الصحفي أن يعلم بأنه مسؤول عن كل كلمة يقولها يوم القيامة وقديما قال الشاعر وما من كاتب إلا صيفنا ويبحد دهر ما كتب يداه فلا تكتب بخطك خير سيء يصرك في القيامة أن تراه وعلى الصحفي أن يحرس كل الحرس على ترسيخ الخير والصلاح وجمع الصف في المجتمع وإصلاح سات البين دون تدنيس عرض الأبرياء أو انتهاك لحرمة الآخرين شكرا سري إلى هنا تنتهي نثرتنا الأسبوعية وإليكم التذكير بأهم عنوين النثرة الاحتفال الكبير لمناسبة الذكرى المئوية لولادة الشيق عبدالأحد مكي الخليفة الثالث لشيق أحمد الخديم اختتمت أنستته خلال هذا الأسبوع الأزمة الراهنة في جامعة الشيق أنت جوب دكار ما زالت متواصلة ولا يمكن للتاريخ أن ينسى وفات الطالب بشير في نتيجة الأحداث المأسوية انتشار فيروس مرض إبولاء الخطير ألزم البلاد وحملها على ضرورة إغلاق حدودها مع كوناكري الاستعدادات الأولية في السنغال قبل وصول موعد الأداء لفريضة الحج في مكة المكرمة هذا بالإضافة إلى الأخبار الدولية ووقفة تأمل رفقة الأخشرين باكي جوب خضر كل ما لدنا من أنباء وافيناكم من قناة المريدية تي في مقرها بحزب ترقية سيداتي سيداتي لم يبقى لنا إلا أن نشكر كل من شارك في النثر دمتم في رعاية الله وفي حفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخبار اشتركوا في القناة